اشتركوا في القناة تأسيس النادي الاهل وتعرفنا على صاحب الفكرة عمر بكرطف وعن المؤسسين اللي اقتنعوا بفكرته وشرحنا حال الاندية المصرية وقت تأسيس النادي الاهل ومن الحلقة الثالثة فتحنا محاضر مجلس الادارة وانا الحقيقة انا كنت عايز اقول حاجة مهمة في الحلقتين الثالثة والربعة اهتمينا بسرد المحاضر كاملة وده كان مقصود الفكرة اننا عايزين جمهور النادي الاهلي ومحبيه وجميع السادة المشاهدين يعرفوا طريقة كتابة المحاضر في الفترة دي وازاي كان العمل منظم بتكلفات محددة ودقة شديدة ازاي كانوا مهتمين بكل التفاصيل ومنجير ما يسيبوا اي شيء للصدفة ومن الحلقة دي بقى هنكمل اراية محاضر مجلس ادارة اللجنة العليا للنادي الاهلي للالعاب الرياضية لكن بطريقة مختلفة هناخد من المحضر اهم القرارات من غير ما نقرأ نص المحضر بالكامل الحقيقة لو قرنا نصوص المحاضر والجمعية العمومية كاملة مش هيكفينا سنوات وسنوات عشان نخلصها لكن في نفس الوقت اي حاجة حتستدع اننا نقرأها كاملة ونعرضها عليكم حنعرضها كاملة لان في احداث مرت على النادي الاهلي صدرت فيها قرارات القرار الواحد يستحق حلقة كاملة لشرح ملابساته وظروفه واللي ترتب عليها انا بقول الكلام ده عشان تعيشوا معانا الحلقات لان البرنامج ده ليكم ولانه ليكم فاحنا لازم نعيشكم في تاريخ الاهلي من واقع محاضر مجلس ادارته خطوة بخطوة ودلوقتي بقى هندخل على محضر جلسة 13 ديسمبر 1907 بدأت الجلسة في الساعة الثالثة العصر بحضور مستر ميتشل انس وادريس راغب بك واسماعيل سر باشا وعمر لطفي بك وحضور محمد افند شريف سكرتير للجلسة الجلسة بدأت بطلب من ادريس راغب بك في زيادات على عقد الشركة عقد شركة الاهلي للالعاب الرياضية ادريس راغب بك كان شايف ان عقد الشركة لازم يتضمن بعض التوضيحات وبعد منقشات بين المجتمعين قررت اللجنة ان ادريس راغب بك يقعد مع عمر لطفي بك ويقرره هل يتم ضم الاضافات لعقد الشركة اللي صدر فعلا في 26 مايو 1907 ولا الافضل انه يتم ضمها لقانون النادي وبعد كده اقترح عمر لطفي بك تعييني يوم في الاسبوع او يومين لدخول السيدات ليس الا يعني السيدات بس هما اللي يدخلوا النادي وتم تأجيل النظر في الاقتراح ده لجلسة اخرى الاقتراح ده ما كانش غريب على عمر لطفي بك لانه كان مؤمن بحقوق المرأة وذكرت مجلة الهلال اللي صدرت بعد وفاته في عدد اول مارس 1912 ان عمر لطفي بك صدر له كتاب بعنوان حق المرأة وقالت دار الهلال نصا ان الكتاب ده كان رسالة بالفرنسوية طبعت في مصر سنة 1897 وهي خلاصة خطاب القاه على مجمع السيدات في جينيف سنة 1896 ابان فيها حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية وقارب بينها وبين مال المرأة الغربية وان الاسلام خول للمرأة حقوقا لا تزال المرأة الافرنجية محرومة منها اقتراح عمر لطفي بضرورة دخول المرأة المصرية للنادي الاهلي كان متسق تماما مع افكاره الشخصية وافكاره فيه قفاحه الزعيم مصطفى كامل فكان العديد من السيدات بيحضروا خطاب الزعيم مصطفى كامل وكان دايما بيبدأها بعبارة سيداتي ساداتي وعلى فكرة مصطفى كامل كان اول واحد يقول المصطلح ده سيداتي ساداتي ما نعرفش بعد كده مين اللي اضاف انساتي بقى سيداتي انساتي ساداتي لكن في الحقيقة ظهور المرأة في ندوات مصطفى كامل الوطنية كان على استحياء اشتركوا في القناة